مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم الجزائر تعلن الانتصار على النظام المغربي رسميا وتبدأ في المشروع رسميا ولن تصدق عن كيف كانت ردت فعل ملك المغربي محمد ثالث وهذا ما وجدته الجزائر مجددا في صحراء وفجأة العالم بداية أنهت الجزائر كل أحلام النظام المغربي الذي حاول أخذ من الجزائر أحد أضخم المشاريع التاريخية مع نيجيريا بخصوص أطول أم بوبغاز بشاركة جزائرية نيجيريا والنيجا مباشرة ويصل إلى أوروبا لينقل كمياز ضخمة فقد حسمت الجزائر المشروع وتم البدء فيها رسميا ليشهد النظام المغربي أكبر صدمة عرض لها خاصة وأن الملك المغربي كان حول مؤخرا أخذ المشروع بل أعلنوا أنهم حسموا أخذه من الجزائر وسيتموا الشروع فيه قريبا ليتفاجأوا بتحرك الجزائر اللي صدمهم وأنها كل شيء كما أن مرور الأنبوب عبر الجزائر أفضل بكثير من جهة المغرب لأنه من جهة المغرب سيكون مكلف كثيرا ويعبر عبر عدة دول إفريقية ما يخلف أعباء أكثر عكس الجزائر الذي سيكون أسهل مقارنة باقترح المغرب ويظل أهم شيء يقنع نيجيريا متمثل في الخبر الكبير للجزائر سواء من حيث الإنتاج والتسويق والتسيير بنظر لكون الجزائر دولة غازية ولها خبرة كبيرة في المجال عكس المغرب التي ليست دولة غازية إذ ستستفيد نيجيريا أيضا لأن الجزائر ستسويق ذلك الغاز مع شركائها الأوروبيين الذين يعتبرون زبائن دائمين للجزائر ويتعاملون معها وبها لا تعود الفائد على الجميع سواء الجزائر ونيجيريا والنيجير إذ أن هناك صمت رهيب للنظم المغربي مباشرة بعد الإعلان الرسمي للجزائر ونيجيريا ما وضع الملك المغربي في ورطة لا يعرف الخروج منها حيث أكدت الحكومة الفيدرالية النيجيرية إن مشروع خطوط أنبيب الغاز عبر الصحراء الذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار سيوفر فرصة كبيرة للنيجيريا والنيجير والجزائر للاستفادة من الأسواق الأوروبية وحسبها سيستهدف المشروع الذي سيمتد من نيجيريا عبر جمهوريز النيجير إلى ساحل البحر المتوسط في الجزائر وقالت ميبري سيلفا وزير دولة للموارد البترولية النيجيرية في اجتماع تولد حول المشروع في أبو جر إن النيجيريا وشركة رائعها الأفارق النيجير والجزائر كتفوا جهدهم لبلوغ المشروع وبحسب الوزير فالمشروع سيقرب موردهم الغازية المدخمة من السوق الأوروبية خاصة مع ارتفاع تكلفة لاس بسبب الأزمة الروسية والوكرانية وقال أن المشروع ينقل غازنا إلى السوق الأوروبية مباشرة اليوم هناك الكثير من الغاز في نيجيريا عالق أو يعد حقنه بسبب عدم وجود بنية تحتية لنقل الغاز إلى السوق الأوروبية وأضاف سيأخذ هذا الأنبوب الغاز من مكان انتجه إلى السوق الأوروبية ولا يمكن أن يكون وقتا أفضل لأن أسعار الغاز تابت تماما في هذه المرحلة وحسبه أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب الغاية بالنسبة لنا للاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة وقال وزار البترول بجمهورية النيجر وقال وزار البترول بجمهورية النيجر محمد مهاماني إن الدول الثلاث مستعدة لتجميع مواردها لضمان إنجاز المشروع الذي سيعزز تعاول إقليمي فضلا عن جاني إيرادات تخمأ لهذه الدول داعيا إلى تسريع بمدل الأنبوب الذي سيكتسي أهمية بالغة في الضرف الدولي الرائن هذا ومن جهة أخرى اخبار اليوم كل محاولات النظام المغرب باءت بالفجل فيما يخص إيجاد بديل الغاز الجزائري منذ حوال 8 أشهر لهذا عاد الملك المغرب الآن في محاولة شديدة وحاسمة بغرض إقناع السلطات الجزائرية وتحديثنا الرأي السبون كي يرفع على الأقل بعض العقوبات على المغرب أهمها الغاز وإعادة فتح المجال الجوي فالغاز مهم جدا مع نفاذ المخزون الاحتياطي في المغرب ولجوءه لشراء كميات متفرقة عبر البواخر بمبالغ فلكي بعد أن كان يتناعم بغاز الجزائر بأسعار وامتيازات تفضل الجزائر المغرب بها فقط وحسرا فالأزمة مستمرة في المغرب ومتزايدة وتتفاقط خاصة بعد التراجع وتردد إسبانيا عن فكرة بيعها لجزء من الغاز لا تشتريه من دول أخرى وليس الغاز الجزائري طبعا إلى المغرب وهذا لأن الأخيرة متخوفة أن تقطع الجزائر الغاز عنهم أيضا لو حاولت اللاعب وتوجيه الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى وجه أخرى خاصة المغرب أين وجه الملك المغرب مسؤول بلاده لتقرب من الجزائر ووقف حاليا أي تصريحات معادية أو مستفزة للجزائر من أجل بناء جسور في العلاقات تقربهم للجزائر أين يريد حاليا ويأمل بشدة إعالة لإمتياز الضائعة التي كان يتمتع بها قبل الخريف المصرم عندما كانت الرباط تمتع بريع الغاز الجزائري والأهم الآن هو هل سيتمكن من إقناع الجزائر وما هي الخطوات الفعلية التي سيقوم بها لتكون عربون لتوبة نظامه من كل أفعاله السابقة لدى الجزائر مع ضمان أن لا تتكرر مستقبلا في حال قبول طلبه فما رأيكم في ذلك وهل أنتم معي أعادة بيع الغاز والعلاقات هذا ومن جهات أخرى أخبار اليوم الجزائر تفاجئ الجميع وتعلن زيادة إنتاج النفط والغاز وأسعار قياسية للغاز والنفط مستمر في الصعود فما دقل الصحف العالمية وكيف يرقب الروس تحركات في الجزائر وتوافضوا الغرب حولها لحل أزمتهم لا يزال مستمرا بداية وبعد قرار دول منظمة أوبك قررت الجزائر زيادة الإنتاج بمقدار 17 ألف برميل يوميا في شهر جوليو مما سيسمح للجزائر الوصول إلى مستوى إنتاج يبلغ 1039 مليون برميل في اليوم وتعد هذه الفسر مهمة للجزائر لبلغ أكبر الأرباح خاصة أن البترول الجزائر يد من الأغلى في العالم نظرا لخصائصه التي تفضلها المصافي وفي الغالب يحافظ على المرصب الثاني كأغلى بيترول كما أن الجزائر تستفيد من الارتفاع الجنوني والقياس المستمر لأسعار الغاز الذي عليه طولة بتبير جدا وغير مسبوق خاصة منذ بداية أزمة الروس والغرب وكل هذه الارتفاعات في السوق الدولية جاءت بتزامن مع رفال الجزائر لإنتاجها من النفط والغاس وكذا إعلانها حفر عشرة الأبار الجديدة واكتشافات ضخمة في مختلف مناطق الجمهورية وبخصوص ذلك أخبار اليوم صحف عالمية تكشف خط الجزائر القوية للدخول في قوة في المنفس نفسها وكيف ترى بعض دول الغرب في الجزائر المنقلة لهم وصحف توضح الفرصة الذهبية للجزائر بداية وفي إطار بح الدول الأوروبية بشكل عاجل عن بداء للغاس طبيع الوارد من روسيا تتجه الأنظار للجزائر التي يمكن أن تستغل الفرصة لتخليق فرصتها الذهبية في الوقت المناسب وهذا وفق وصف صحيفة بريطانية وهي Financial Times لزيادة صدرت إلى الحد الأقصى من طرف الجزائر والحصول حسبها على حصة أكبر من سوق طاقة في القارة العجوز فالعديد من الصحف الأجنبية صبت في نفس الرأي مجمع على أن الجزائر بشرت بالفعل في خطة استغلال الفرصة والاستفادة قدر الإمكان من هذا الاهتمام العالمي بها والأنظار الموجهة لها تحديداً الاهتمام من الغرب بموارد النفط والغاز من الجزائر اتزارت شخصيات بارزة الجزائر مؤخراً بما في ذلك رئيس الوزراء الإيطالي ماريو درابي ووزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين وحتى الألمان الذين يدخلون الخط لمناقشة أمن الطاقة في ذلك سعي أوروبا لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وتقول صحيفة فينينشال تايمز البريطانية إن هذا الاهتمام بالجزائر إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والات يمنح بعض الأرتفاع الرياح للدول الواقعة في شمام الأفريقية التي عانت من نقص احتياطيات العمولات الأجنبية لكن ورغم التفاؤل حسبدة صحفنا الجزائر إلا أنهم انتقدوا بشدة وألقوا باللوم كثيرا على شح الاستثمار الأجنب في قطع الهيدروكابونات في الجزائر لأنه لو كانت هناك استثمارات كبيرة السابقة في الجزائر فهي قادرة على الزيادة لكن الأمر يتطلب المزيد من الوقت وكان الأمر ليكون سهلا لو لم تصحرك دول غرب متأخرة إلى الجزائر وقالت صحيفة أن الجزائر تحتاج للمزيد من الوقت لزيادة حصصها في السوق الأوروبي إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق